موسيقى يشارك الاردن العالم منذ سبعينيات القرن الماضي لاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يصادف الاول من شهر ايار كل عام وتأتي احتفالات المملكة بيوم العمال وسط ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين القادرين على البذل والعطاء بالاضافة الى معاناة سوق العمل الاردنية من عدة مشاكل وتحديات يجملها لنازم الراعد بن طريف في تقريره التالي بينما يحتفل الغالم بالاول من ايار في كل عام بيوم العمال العالمي تبقى هذه المناسبة في الوطن العربي بمثابة تحدي حقيقي يستذكر فيها الشباب تلك التحديات والمعيقات التي شكلت حاجزا بين الخاضر والمستقبل في ظل تناقص فرص العمل المتاحة للشباب بسبب الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة العربية فالنزاغات والصراغات السياسية وما خلفته آلة الحرب في المنطقة جغلت من السهل صعبا ومن المستحيل اكثر استحالا فاخر الاحصاءات التي بيّنت نسب البطالة في العالم العربي اظهرت انها في ارتفاع متزايد كل اربعة شباب شاب يعاني من البطالة في عام 2009 تراجع مستوى التوظيف الى ان اصبح شاب من اصل كل ثلاثة عاطل عن العمل في عام 2014 في الاردن الذي يشارك العالم بيوم العمال العالمي منذ السبعينيات لم يختلف الامر كثيرا عما تغانيه الدول العربية فموقع الاردن في وسط محيط ملتهب انتج عوامل جديدة اسهمت في زيادة التحديات والعقبات امام الشباب الاردنيين وهذا ما تشير اليه دراسات المرصد العمالي الاردني التي اوضحت ان السنوات الست الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في عدد فرص العمل المستحدثة للاردنيين اذ بلغ عدد فرص العمل المستحدثة في عام 2007 نحو سبعين الف فرصة عمل بينما مع مرور السنوات بدأ الرقم يتناقص حتى بلغ في عام 2013 الى خمسين الف فرصة عمل فيما لم يتجاوز عدد الوظائف التي انتجها الاقتصاد الاردني في النصف الاول من عام 2014 الى 23 الف فرصة عمل وبخسب المرصد العمالي الاردني فان اسباب التراجع الكبير في اعداد فرص العمل المستحدثة في الاردن عائد لضعف قدرات الاقتصاد الاردني بالاضافة الى زيادة التوترات والاضطرابات السياسية والامنية في العديد من دول المنطقة وكثفة اللجوء السوري واحلال العمالة الوافدة مكان العمالة الاردنية بالاضافة الى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل علاوة على وجود فجوة واسعة بين مخرجات التعليم وسوق العمل كل تلك الاسباب اضطت الى بقاء معدلات البطالة في الاردن عند مستويات مرتفعة بين 11 الى 14% فما بين مطلقة الحاجة للعمل باعتباره حقا من حقوق الانسان وسندان صعوبة تأمين فرص عمل كافية للشباب تبقى الامال معلقة على اغصان الصبر بانتظار جديد يغير الواقع ويجعل العاطلين عن العمل يشاركون العمال بيوم الاحتفاء بهم راعد بن طريف رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة